يتولى رئيس الجمهورية مجموعة من الاختصاصات والمهام ويمارس العديد من الصلاحيات باعتباره رئيس السلطة التنفيذية في البلاد بحسب ما حدده الدستور مع الالتزام بأحكامه ومباشرة تلك الاختصاصات على النحو المبين به وحسب نصوص الدستور فإن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه حيث تعد هذه المهمة هي أسمى مهام رئيس الدولة ويبدأ رئيس الجمهورية مهامه الرسمية بتكليف رئيس لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب كما يحق له إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية مجلس النواب ويكفل الدستور للرئيس الحق في إجراء تعديل وزري وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس ويضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة وذلك مع الإشراف على تنفيذها على النحو المبين في الدستور ووفقا للدستور فإن الرئيس يمثل الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها ويحق لرئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج الحدود بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء ويحق للرئيس بعد أخذ رأي مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون كما يحق له العفو عن العقوبة أو تخفيفها وذلك بعد موافقة مجلس النواب ولرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا لمن لا يخالف أحكام الدستور يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية وفقا للقانون مهام متعددة وصلاحيات حددها الدستور لكن تبقى مراعاة مصالح الشعب وحماية الوطن وسلامة أراضيه أسمى مهام رئيس الجمهورية